سيد ياغي ما الذي يدفع الفصائل من داخل منظمة التحرير لرفض المشاركة في اجتماع المركزي المقبل في ضوء ما ذكره السيد زاقوت والسيد شامية وأيضا أهمية الاجتماع التي ذكرها السيد الجاغو يعني بداية مسائل خير لك أولا لديوفك الكرام ولجميع المشاهدين الكرام أيضا يعني بداية أتفق مع ما تحدث به الأستاذ جمال زاقوت من وصفه للأزمة التي تمر بها القضية القلسطينية يعني نحن نعيش في أزمة سياسية خانقة نتيجة لإنعدام الأفق السياسي نتيجة لتنصل وتراجع دولة الاحتلال عن الاتفاقيات السابقة وغياب أي أفق لوصول لعملية سياسية كما كان يتم الحديث عنها وأيضا لنتيجة لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاعتداءات المستوطنين أيضا في الضفة الغربية واستمرار إجراءات تهويد القدس وحصار قطاع غزة وأيضا استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي أمام ذلك كله يعني نحن بحاجة إلى توحيد الصف الفلسطيني نحن ليس بحاجة إلى قضية إضافية تثير الخلاف الفلسطيني لماذا بعض الفصائل يعني أعلنت حتى الآن عن مقاطعتها كما تساءلتم بصراحة هناك شقين دعني أتحدث بشقين تفضل الشق الأول له علاقة بالمضمون والشق الآخر له علاقة بشكل الدعوة وتوقيت الدعوة ولنبدأ بشكل وتوقيت الدعوة عندما كانت بعض وفود الفصائل الفلسطينية في الجزائر لإجراء حوارات مع القيادة الجزائرية لمحاولة الوصول لإنهاء الانقسام الفلسطيني تفاجأ الكل الوطني الفلسطيني بدعوة لعقد يعني دورة جديدة للمجلس المركزي الفلسطيني جرت العادة أن يتم التوافق فلسطينيا جرت العادة أن يتم التشاور ما بين جميع المكونات الفلسطينية وخاصة أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ولكن للأسف الشديد هذا لم يتم على الأقل نحن في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية كعضو كفصيل عضو في منظمة التحرير الفلسطينية وحتى الأحزة لم يتم التشاور يعني عادة يتم التشاور والتحضير وتشكيل لجان تحضيرية لأعمال المجلس المركزي ووضع جندة والاتفاق على مخرجات أي دورة من الدورات هذا من ناحية الشكل من ناحية المضمون بصراحة أيضا دعنا نكون صريحين مع أنفسنا يعني ليس هذا الشكل الذي ممكن أن يأخذ بيد الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال وليس هذا الشكل أقصد اجتماع المجلس المركزي بشكله الحالي الذي ممكن أن يخرج من جزمتنا السياسية الفلسطينية هل هناك ضمانات تعني أكمل لو سمحت الفكرة هل هناك ضمانات لعقد دورة المجلس المركزي التي ستعقد يوم الأحد القادم أن تخرج بقرارات وتنفذ على أرض الواقع أنا أجيب إليك يعني مسبقا لا وخاصة أن لدينا العديد من القرارات سواء في عام 2015 ويناير 2018 وغيرها والتي تم ضربها يعني ضربها بعرض الحائط هل هناك ضمانات أن يخرج المجلس المركزي بتحديد موعد جديد للانتخابات التي تم تأجيلها العام الماضي سيد ياغي بالطبع لا هل هناك ضمانات لأي شيء وطني ممكن الاتفاق عليه سنتحدث في موضوع الضمانات سيد ياغي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر